دعاؤه عليه السلام في الاستعادة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحساد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق والحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستصغار المعصية واستكبار الطاعة ومباهات المكثرين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت عيدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا أو أن نعبد ظالما أو نخذل ملهوفا أو نروم ما ليس لنا بحق أو نقول في العلم بغير علم ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد وأن نعجب بأعمالنا ونمد في آمالنا ونعوذ بك من سوء السليرة واحتقار الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكبنا الزمان أو يتهض من السلطان ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان الكفاف ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن معيشة في شدة وميتة على غير عدة ونعوذ بك من الحسرة العظمى والمصيبة الفبرى وعشق الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب اللهم صلى على محمد وعاله واعذني من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين